كل سنة يكون النقاش لماذا لا ترون رمضان بالحسبة الفلكية لماذا الهلال ليلة العيد هو المهم لا الهلال ليلة العيد هو المهم وليلة رمضان هو المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيتي وأفضلوا لرؤيتي حتى الهلال في الحج أيضا هذا ترى يعني هذه نعمة من الله تبارك وتعالى يعني الحساب الفلكي لا يعرفه كل أحد يعني لو واحد ما عنده ساعة ووسط البر هذا يعرف التاريخ أو يعرف الوقت ما يعرف لكن بالحساب الفلكي من القمر يعرف لكن من الشمس ما يعرف الإنسان اللي يكون عنده التقويم وعنده كذا الحساب الفلكي القمري هو من خلال الناس تعرف الشهور تعرف الأيام وتعرف هذا حتى لو كانوا في الأدغال حتى لو كانوا في الصحراء هذا لعامة الناس يستفيدون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وكذلك الأرض باسم الحج باسم عدة النساء ثان عدة الطلاق أو عدة الوفاة أو عدة الخلع هذه كلها مرتبطة بالأشهر العربية اللي هي القمرية وليست الشمسية لأن الكل يعرفها والكل يستطيع أن يصل إليها وهذا قريب من سؤال سؤلت قبل قليل حطيته هنا يمكن يقول نحن المسلمون في الصين لا توجد رؤية الهلال دائما يقولون بأن شهر رمضان ثلاثين يوما فنحن نتبع أقرب دولة إسلامية لنا ولكن انقسم الناس منهم من يقول مع المملكة ومن يقول مع الدولة القريبة وكيف نفعل والله ظاهر الله العالم يعني القول الثاني وهو القول جمهور أهل العلم أن بلاد الإسلام واحدة فإذا رؤية في بلد إسلامي فجميع بلاد الإسلام تصوم هذا قول وجيه جدا حقيقي يعني خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الخلافات والمشاحنات وغير ذلك فجميع المسلمين يصومون على رؤية بلد أهم شيء يكون هذا البلد يعتمد الرؤية ولا يعتمد الفلك لا يعتمد التقويم وإنما يعتمد الرؤية فإذا أعلن دولة إسلامية أنهم رأوا الهلال فالأصل يصوم البقية وانتهى الأمر والحمد لله فهذا يقول على السعودية أو غيرها إذا كانت السعودية أعلنت أنها رأت الهلال أو غيرها من البلاد رأت الهلال رؤية عين فهنا نعم يتابعهم ولو كان بعيدا عنهم والله أعلم وإن كان مسألة فيها خلاف حقيقة هذه المسألة وأنا كنت هنا أقول في شروح دروس الفقه أن لكل بلد رؤية وكذا ولكن لعل هذا القول أقوى والله العالم خاصة مع كثرة الخلافات بين الناس شكرا للمشاهدة